يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مباراة وخلصت صح؟ صح اهلي زمالك زمالك اهلي زمالك هو بطل السوبر مبارح كسب الاهلي افراح الزمالك مستمرة وحق نادي الزمالك ان افراحه تبقى مستمرة النادي الاهلي في المقابل بيحاول بسرعة يلملم الاوراق قبل كأس السوبر وقبل بطولة الانتر كونتنينتل والاهلي قادر انه يعمل ده وحنا مبارح طلعنا بعد المباراة على طول وفيه شوية حاجات ما كملناهاش صفحات لسه ما قفلناهاش وقلنا ندردش مع حضراتكم شوية اول حاجة تخص الشكبالة النهاردة الشكبالة قد جمهور نادي الزمالك حقه كامل بكل حب وبكل يعني رومانسية في رسالة جميلة من شكبالة جمهور النادي الاهلي اللي رفع صورته مبارح في دخلة المباراة وهيتحدث بشكل رائع عن جمهور الزمالك وقلت لكم مبارح ان جمهور الزمالك دائما وابدا يستحق كل التحية هتولي الصورة وكلام الشكبالة اللي قالوا النهاردة عن جمهور نادي الزمالك ونقرأ مع بعض قالك ايه؟ مسالة حلوة يعني عشان كده طلبتها وقلت اقراها بشكل كامل الى جمهور الزمالك انتم القصة التي لا تنتهي انتم الحكاية التي تروى للاجيال انتم الوفاء الذي يدرس بين جدران هذا النادي سطرت اسماءكم بحروف من نور ليس فقط لانكم تقفون خلف الفريق بل لانكم النبضة الذي يحركوا والروح التي تبث الحياة في اوصاله انتم الملحمة التي تعيش في كل مباراة في كل هتاف في كل دمعة فرح او حزن يا جمهور الزمالك عبر السنوات والعقود كنتم الصخرة التي تتحطم عليها كل الصعب والتحديات انتم الفارس وانتم الكوس والسهم ومن حولتم كل عثرة الى قفزة نحو المجد لا يمكن ان نصفكم بمشجعين فقط انتم اللاعب رقم واحد انتم المحاربون في المدرجات والجنود في الميادين ماشي قال كمان عندما نتحدث عن الزمالك نتحدث عنكم انتم الرمز الابدي للنادي انتم من حول الحب لنادي الزمالك الى عقيدة والى قصة خالدة تروى في كل زاوية من هذا الكوكب ليس فقط بسبب انتصاراتكم ولكن بسبب اولاكم الذي لم يتزعزع اخلاصكم الذي لا يعرف الحدود وحبكم الذي يبقى دائما في كل الزروف انتم الذين علمتمونا ان الفخر بالزمالك ليس في البطولات فقط بل في العطاء الذي لا ينضب وفي الوفاء الذي لا يقدر بثمن في اوقات الفرح كنتم الفرحة المضعفة وفي اوقات الشدة كنتم الدعم والسند اذا كانت البطولات تكتب على ورق فانكم البطولة التي تحفر في القلوب لذلك لا يوجد لقب يضيق بكم اكثر من الرمز الابدي انتم الحلم الذي يعيش في اعين كل عاشق لهذا النادي وانتم الحقيقة التي تشعل نار الحب في قلوب كل من يخطو نحو بوابة الزمالك انتم الفخر والاعتزاز ومن دونكم لا نكون نحن من قلوبنا الى قلوبكم شكرا لكم على كل شيء انتم الاسطورة وانتم التاريخ وانتم المستقبل وانتم الرمز الابدي للزمالك عاش الزمالك عاش جمهوره اعظم جمهور في العالم وفخور ان احد ابنائه كلاعب واحد واحد مشجعينه في المضربات كلام حلو حلاوة يعني ايه ده ده كلام اديب كلام ما شاعر شيكبالا يتغزل في جمهور نادي الزمالك جمهور الزمالك اللي يام تغزل في شيكبالا شيكبالا الان يتغزل في جمهوره كلام حلو قوي وله معاني رائعة واسلوب يعني عظيم وانا جبت الرسالة دي تحديدا عشان كان في حكاية قديمة مع شيكبالا دايما بقولها شيكبالا لاعب طيب رائع موهبة مش طبيعية خرافية كان دايما لما الزمالك بيكسب او حتى يخسر كان احيانا لحبه في الزمالك ينفع الانفعالات كنا ساعات بنلوموا عليها بنلوموا عليها لكن رسالة زي دي في وقت الانتصار يستحق عليها شيكبالا كل الاشهادة ده القائد بقى ده القائد الحقيقي ده الحب اللي بجد بقى اللي هو ايه مش لازم وانا بحب النادي بتاعي اكتب كلمتين كده في النص فيهم رامي على هنا ولا رامي لا انا بحب النادي بتاعي بحب جمهوري انا مش بكلم عشان كبالا بس بقى على الكل حب ناديك زي ما انت عايز حب جمهورك زي ما انت عايز تغزل في جمهورك زي ما انت عايز ما لكش دعوة أبدا بالمنافس أبدا أنت بتتكلم مع فرقتك بتتكلم مع إدارتك بتتكلم مع جمهورك ما لكش دعوة بأي حد تاني مش بتكلم على شيكبالة بس أنا جبت الرسالة دي عشان تبقى نموذج للكل للكل بالمناسبة حلوة الصورة دي كمان أوي أوي داخل النهاردة حلوة أوي طيب ده فيما يخص شيكبالة وأشدت بشيكبالة اللي يامة انتقضتوا في مواقف شباه دي يامة لكن حلوة اللقطة حلوة وسواء أشدنا أو انتقضنا شكبالة يبقى دائما واحد من أمهر اللعيبة اللي جات في تاريخ كرة القدم المصرية فيش خلاف على لعيب كرة فزي عن شكبالة